عن الحجز المنقول وحجز العقار والحجز التحفظي وحجز مال المدين لدى الغير دوت كان في الباب الاولاني الباب التاني بقى هنتكلم فيه عن موضوع منازعات التنفيذ ايه هي منازعات التنفيذ؟ لائما بيصور مشاكل بسبب موضوع الحجز الحجز اللي احنا كلمنا عنه المرة اللي فات او في الحلقة السابقة اتكلمنا عن الحجزات فوارد يحصل مشاكل ممكن احجز على حاجة بتاعة شخص المحجوز لديه وعلى اساس النية بتاعة الشخص المحجوز عليه وهنا الحجز بيكون غير صحيح لان حجزت على حاجة مش من حق المحجوز عليه فبالتالي بيصور مشاكل من حق شخص المحجوز لديه ان هو يرفع دعوة ويطالب باسترداد حاجته زي مثلا بيرفع دعوة استرداد المنقلات المحجوزة او بيرفع دعوة الاستحقاق الفرعية كذلك برضو شخص الحاجز ممكن شخص المحجوز لديه يقدم تقرير ما في الزمة يكون التقرير بتاعه غير صحيح او يقدم حاجات غير صحيحة في التقرير بتاعه فبالتالي برضو شخص الحاجز مش هيسكت وبيرفع دعوة هو كمان او منازعة كذلك برضو شخص المحجوز عليه ممكن يكون سدد ما عليه يعني سدد الديون اللي عليه فبالتالي ان الحاجز لما بيرفع دعوة الحاجز مش من حقه لان كده كده شخص المدين سدد اللي عليه فبرضو هنا شخص المحجوز عليه هيرفع دعوة زي مثلا دعوة رفع الحاجز دوت اللي هيدور معنا النهاردة في حلقة النهاردة هنبدأ بقى ونتابع مع بعض كده بداية الباب التاني هنتكلم فيه عن اه تلت فصول اول فصل اللي هو القواعد عامة خاصة بمنازعات التنفيذ الفصل التاني منازعات التنفيذ الوقتية الفصل تالت منازعات تنفيذ الموضوعية بداية بس اني بعزين نعرف حاجة لما اتكلم عن منازعات تنفيذ موضوعية او وقتية فيه فرق طبعا ما بينهم لما بقول منازع التنفيذ وقتية يبا انا بتكلم في اجراء من الاجراءات اجراء من الاجراءات باطلة خلي بالك وفي موضوع اصلي احنا رفعين دعوة في قدام المحكمة وداخل الموضوع الاصلة بنقدم منازعة اخرى تسمى اما منازعة موضوعية او منازعة وقتية المنازعة الوقتية دي لما بنازع في اجراء من الاجراءات زي مثلا بقول المحكمة انا مش معترف بالحجز اللي حصل نتيجة فيه مثلا اجراء من الاجراءات غير صحيح زي مثلا والحاجز لما بيجي احجز لازم ان يكون معه سنة تنفيذي او بيقدم الحاجز لما جيه يحجز ما كانش معاه السنة التنفيذي فمن حق ان انا اعترض على هذا فلما برفع منازعة بتسمى منازعة وقتية وفي منازعة تانية بتسمى منازعة موضوعية هنا لما بتكلم عن الموضوع الاصلي بقا يعني المحكمة حجزة على العربية بتاعتي نتيجة ان شخص الحجز رفع دعوة علي بيطالب الحجز على العربية فانا هنا معطرض على الحجز كله بلوم لا هو العربية دي بتاعتي انا مش بتاعته هو فبالتالي دي بتسمى منازعة موضوعية يبقى أنا كده عندي نوعين من المنازعات منازعة موضوعية ومنازعة وقتية لما تلاقيني بتكلم على إجراء من الإجراءات يبقى دي منازعة وقتية لما تلاقيني جبت بصيرة عن الموضوع ذات نفسه يبقى دي منازعة موضوعية طيب هنخش بقى الحالة بتاعتنا بداية الفصل الأول اللي هي القواعد العامة منازعات التنفيذ إيه هي منازعات التنفيذ اللي عندي منازعات تنفيذ هي المنازعات لتتعلق بأحد الشروط الواجب توفرها لمباشرة إجراءات التنفيذ القضائي. يعني أنا بنازع في الشروط الواجب توفرها لمباشرة الإجراءات التنفيذ القضائي. زي الحق في التنفيذ أنا شايف أن أنا ليه أن أنا أرفع الدعوة أو ليه شايف الحاجة دي بتاعتي أنا زي مثلا محل التنفيذ أنا معترض على الحاجة اللي أنت حجست عليها أنا شايف أن أنا سددت الديون فبالتالي دي حاجتي أو شخص مثلا المحجوز لدي الحاجة دي بتاعته هو وإحنا حجزنا عليها رغم أنه هو قدم التقرير وفعلا تثبت في التقرير أنه هو التقرير صحيح وبالتالي مش من حق المحكمة أنها تحجز على حاجة المحجوز لديه كذلك برضو فيه أشخاص التنفيذ وإجراءاته ممكن برضو بنزع في أشخاص التنفيذ يعني وارد نكون رفعنا الدعوة أو خدنا حاجة من شخص الغير وهو ما روش على علاقة بالدعوة كذلك برضو الإجراءات بتاعت التنفيذ عندي ممكن تكون إجراءات باطلة فدي كلها بتسمى على بعضها منازعات التنفيذ خلي بالك بيتم رفع منازعات التنفيذ من أحد أطراف التنفيذ أو من الغير وذلك قبل أو أثناء أو بعد التنفيذ بيتم رفع منازع التنفيذ من أحد الأطراف التنفيذ أو من الغير أحد أطراف التنفيذ اللي هو الحاجز والمحجوز عليه والغير اللي احنا بنسميه شخص المحجوز لديه طيب إجراءات التنفيذ دي ممكن نقدمها إمتى؟ قلنا ممكن نقدمها قبل أو أثناء أو بعد التنفيذ يعني منازعات التنفيذ دي بنقدمها إما قبل التنفيذ أو أثناءه أو بعد التنفيذ بعد كده حكمة تنظيم منازعات التنفيذ الحكمة من تنظيم منازعات التنفيذ للقانون أعطانا موضوع منازعات التنفيذ دي من حقنا أننا نقدمها بسبب إتاحة الفرصة لأطراف التنفيذ أو الغير لممارسة حكم في الرقابة فيما يتخذ من إجراءات بشأن التنفيذ هنا شخص يعني القانون أعطى لكل شخص من الأطراف التلاتة الحق أنه هو يعني يدافع عن حقه فأنا أعطيته مجال أو مساحة أنه لو لي حق أنه يقدر يدافع الحق بتاعه بعد كده تقسيم منازعات التنفيذ منازعات التنفيذ عندي هتتقسم إلى كذا شيء عندي تقسيم منازعات التنفيذ بالنظر إلى سببها فأنا أخذ طبعا من سبب وقت تقديمها بسبب الطبيعة بتاعتها والسبب بتاعها فأنا أخذ أول حاجة تقسيم منازعات التنفيذ بالنظر إلى سببها النظر إلى سبب هنتكلم عن أربع حاجات المنازعة في الحق الموضوعي أنا ممكن أعمل مشكلة في الحق الموضوعي اللي هو الحق الذي يرمي الدائم من خلال إجراءات التنفيذ إلى اجتدائه ممكن شخص المحجوز عليه يكون يعني سدد اللي عليه والحاجز رافع دعوة بيطالب بالحاجز على أملاك المحجوز عليه فهنا من حق شخص المحجوز عليه أنه هو يعترض فبيقدم منازعة في الحق الموضوعي كذلك المنازعة في الحق في التنفيذ هنا يتعرض المنازع لحق الدائم في إجراءات التنفيذ الجبري هنا يعني شخص الحاجز حجز على أموال المحجوز عليه فهنا من حق شخص المحجوز عليه أنه هو يعترض على هذا الحجز ويقول أن الحاجة دي بتاعتي أنا مش من حق شخص المحجوز الحاجز أنه هو يحجز عليها في بعد كده المنازعة في المال الذي يرد عليه التنفيذ وارد جدا جدا أنه إحنا نحجز يعني لما خدناها في الباب الأولان أو في القسم الأولاني قلنا أنه هناك بعض الأموال اللي يجوز الحجز عليها طب هناك قام شخص الحاجز بالحجز على أموال بتاعة المدين ولكن كانت من الأموال التي لا يجوز الحجز عليها زي مثلا الشهادات الدراسية تمام يعني بسبب طبيعة المال زي الشهادات الدراسية زي مثلا ما تكلمنا على الأرض الزراعية التي المفروض لو لم تتجاوز خمس أفدنا فلا يجوز الحجز إيه على هذه فهو تم الحجز عليها يبقى هنا الحجز ده صحيح ولا باطل ده حجز باطل فمن حقه يعترض على هذه المنازعة في المال الذي يرد عليه التنفيذ طيب فيه بعد كده المنازعة في إجراءات التنفيذ ذات نفسها هنا تتعلق المنازعة بصحة الإجراءات المكفولة النشاط التنفيذي من مؤدل بطلان الإجراءات اللاحقة أنا هنا بقى بنازع في الإجراءات اللي تمت أنا شايف أن الإجراءات اللي تمت كلها إجراءات غير صحيحة زي لو جيه شخص الحاجة تزيحجز على الأموال بتاعتي من غير ما يكون معاه السالة التنفيذي هنا دوت الإجراءات اللي تمت إجراءات غير صحيحة أو مثلا جيت شخص الحاجز يحجز على الممتلكات بتاعتي ولما وقع الحجز ما بلغنيش وإحنا قلنا لازم نبلغ المدين قبل البيع قبلها بكام يوم بثمان تيام فأنا ما بلغتش المدين ولا عملت مثلا يوم إعلان عشان نبيع الحاجة في مزادة علني فهنا طبعا الإجراءات اللي تمت إجراءات غير صحيحة طيب فيه بعد كده تقسيم منازعات تنفيذ بالنظر إلى طبيعة الحكم المطلوب صدوره طبيعة الحكم اللي احنا عايزين نزره فيه منازعات موضوعية وفيه منازعات وقتية زي ما قلناها من شوية وفرقنا ما بينهم وكده كده ناخدهم بالتفصيل كمان شوية فيه تقسيم تالت تقسيم منازعات تنفيذ بحسب وقت تقدمها هتتقدم إمتى؟ ففيه منازعات بتقدم قبل بدء التنفيذ وفيه منازعات قبل بدءه وفيه أثناءه وفيه بعد التنفيذ فتعالنا ناخده من واحدة واحدة كده منازعات التنفيذ قبل بدءه قبل ما نبدأ فيه واحد بالنسبة لطالب التنفيذ من حقه أنه يقدم طلب توقيع ويمتنع معاون التنفيذ يعني لو قدم طلب توقيع الحجز على شخص المحجوز عليه ومعاون التنفيذ رفض فمن حق شخص الحاجز أنه يلجأ إلى المحكمة يطالب بالتنفيذ اثنين بالنسبة للمدين تكون المنازعة موجهة للقوة التنفيذية للسند هو شايف القوة التنفيذية المعترضة على سند التنفيذ بالنسبة مثلا للغير ممكن يستشكل في التنفيذ قبل بدءه يعني شايف أنه يا جماعة ما تحجزهش على حاجة بتاعتي دي الحاجة بتاعتي أنا مش من حقكم أنه أنت تحجزه عليها طبعا ده كله بيرفحها قبل بدء التنفيذ طيب اثنين المنازعات في التنفيذ قبل تمامه يبقى كده قبل ما يبدأ وقبل تمامه يعني أثناء التنفيذ ذات نفسه بس قبل ما يتم هنا زي قال ده إن المنازعة يمكنه المنازعة في صحة تقرير المحجوز دي بمفيز زمته أنا قلت لك أنه من حق شخص الحاجز يعترض على تقرير مفيز زمة لو كان التقرير اللي قدمه المحجوز لديه تقرير غير صحيح أو تقرير باطل أو في بيانات غير صحيحة فمن حق شخص الحاجز أنه يعترض عليه قبل تمام التنفيذ اثنين المدينة المنفس ضده يستطيع طلب وقف التنفيذ مؤقتا من حق شخص المدينة اللي هو المنفس ضده أنه يطلب وقف التنفيذ بشكل مؤقت اللي احنا قلنا عن طريق دعوة بيرفع اسمه الدعوة الوقتية وليس الدعوة للتنفيذ الوقتية فيه بعد كده الغير يستطيع رفع طلب بتقرير حقه على المنقول أو العقار المحجوز ممكن شخص الغير زي ما احنا قلنا هيرفع دعوتين دعوة اسمه الاستحقاق الفرعي ودعوة بتسمى استرداد المنقولات المحجوزة لو كنا احنا حجزنا على الأملاك بتاعته يعني هو قدم تقرير ما في الزمه وقال إيه اللي ليه وإيه اللي عليه أو إيه الحاجة بتاعت المحجوز عليه والحاجة المدين ايه هي فخلاص بالتالي لا يجوز ان احنا نحجز على أملاكه فحجزنا على أملاكه فمن حقه في الحالة دين هو ايه يعترض طيب فيه منازعات في التنفيذ بعد تمامه هنا بعد ما تتم استخلي بالك منازعات التنفيذ اللي بعد ما تتم هكون منازعات موضوعية فقط وليس وقتية لأن المنازعات الوقتية بعد التنفيذ ما لهاش أي قيمة ولا يبالاها أي تأثير ما احنا خلاص نفزنا يبالا ايه لازمتها يبالا لما باجه حرك دعوة بعد التنفيذ أو بعد تمام الحاجز والتنفيذ لازم أن تكون دعوة ايه موضوعية زي ما احنا بالقول لا يتعلق هنا الأمر بالمنازع الموضوعية دون الوقتية كطلب بطلان الحكم بإيقاع البيع أنا طبعا هنا بعترض على أو بطالب ببطلان الحكم بتاع البيع طيب فيه بعد كده نخش على الفصل الثاني منازعات التنفيذ الوقتية منازعات التنفيذ الوقتية عندي هناخد برضو في المبحث أولاني كده نتكلم فيه عن القواعدة العامة لمنازعات التنفيذ الوقتية وفي المبحث الثاني هنتكلم عن قواعد منازعات تنفيذ الوقتية والتانية اللي هنتكلم فيها عن دعوة عدم الاعتداد بالحكس بدايةً كده منازعات التنفيذ الوقتية ايه هي منازعات تنفيذ الوقتية اللي احنا بنقول عليها اشكال التنفيذ ايه هو الاشكال او ايه هي منازعات تنفيذ الوقتية هنيرى التعريف وبعد كده ندي مثال بسيط يعني نحاول نوصل به او نسهل به التعريف هي المنازعة التي يكون لما تطوفيها اتخاذ إجراء وقتي سواء بوقف التنفيذ أو بالاستمرار فيه بصفة مؤقتة إلى أن يتم الفصل في موضوع المنازعة طيب بداية كده ندي مثال بسيط خلي بالك هو فيه منازعة أصلية شغالة أنا مثلا نفترض رافع دعوة بطالب بالحجز على العربية اللي عندك حكمة المحكمة بالتحفز على العربية هي لسه أنا بقول العربية اللي عندك دي بتاعتي أنا وإنت بتقول لا العربية بتاعتك إنت فحكمة المحكمة بالتحفز على العربية خلي بالك كده لسه مش حكم النهائي دي بتتحفز على العربية عندها مثلا وبتعين عليها الحارس لغاية ما تشوف العربية بتاعتك ولا بتاعتي طيب أنا هنا كان شغلي كله قايم على العربية دي يعني شغلي كله كان قايم على العربية فممكن أقدم حاجة اسمها منازع التنفيذ الوقتية اللي هو إشكال التنفيذ بطالب من المحكمة بقول لها بعد إذنك شيل الحجز بشكل مؤقت وخلي العربية عندي هنتفع بها المدة دي لغاية ما تحكمي إذا كانت عربيتي ولا مش عربيتي يبا أنا هنا مش بقول لي المحكمة حكومي يعني في الإشكال دوت أنا مش بقول لها حكومي العربية بتاعتي لأ أنا بقول لها بس شيل الحجز من العربية بشكل مؤقت وخليها معايا مدة معينة لغاية ما تحكمي إذا كانت عربيتي ولا مش عربيتي طبعا لشال المحكمة توافع الكلام ده بيبقى هناك شروط سواء كانت شروط عامة او شروط خاصة كي احنا سهلنا شوية التعريف طيب الاشكال يارد على اجراءات التنفيذ بطلب وقفه مؤقتا حتى يفصل في النزاع نهائيا خلي بالك انا بقى طالب وقفه التنفيذ بشكل مؤقت مش على طول لان دي منازعة وقتية مش منازعة موضوعية لو منازعة موضوعية باتكلم في الموضوع انما انا باتكلم في اجراء من الاجراءات المحكمة قامت دي فيه بعد جده الشروط انا قلت لك عشان نقدم اشكال التنفيذ والمحكمة التوافع عليه هناك شروط فيه شروط عامة وفيه شروط خاصة الشروط العامة الشروط الخاصة دي اللي هي بتسمى شروط الحماية الوقتية بس خلينا نبدأ الأول بالشروط العامة الشروط العامة دي اللي هي موجودة في اي منازعة عشان ترفع اي اصلا دعوة او تعمل اي منازعة مبيلك وبيلك اي شخص فيه شرطين لازم ان يكونوا موودين الصفة والمصلحة اول حاجة المصلحة عشان ترفع دعوة لازم ان يكون ليك مصلحة او عشان تقدم التنفيذ او تقدم المنازعة الوقتية دي لازم ان يكون ليك ايه مصلحة فرافع الاشكال يجب ان تحقق له فائدة عملية من رفعه تتمثل في توفير حماية له يعني اكيد لازم ان هتعود عليه مصلحة من رفع هذا الاشكال اتنين الصفة في رفع الاشكال الصفة لازم ان يكون طبعا ليه صفة فيه ليهم علاقة بموضوع التنفيذ او بالحجز. يعني ده دائن مهمين جدا جدا زي واحد الاستعجال اتنين رقحان وجود الحق الاستعجال يعني لازم يكون بنسبة كبيرة انا مستعجل على موضوع الدعوة دي مستعجل على الوقف الحجز بشكل مؤقت لما انا برفع اللون بعد اذنكم بس شيلوا الحجز من العربية بشكل مؤقت عشان شغل كله قايمة على العربية فانا هنا عندي استعجال عندي مستعجل على الموضوع بس الاستعجال ده وارد يكون لشخص الحجز وارد يكون لشخص المحجوز عليه زي ما هنشوف الاستعجال فمصلحة طالب التنفيذ اللي هو الهاجز هي الاستمرار في التنفيذ وده فادي التأخير الذي قد ايه يضره لانه حصل تأخير هينضر فبتالي هو مستعجل فبيقدم المنازعة التنفيذ الوقتية كذلك برضو بالنسبة لشخص المحجوز عليه مصلحة المنفذ ضده هي ايقاف التنفيذ لضرء ضرر التنفيذ على ماله من حقه برضو انه هو يطالب بايه بوقف التنفيذ حتى ولو بشكله مؤقت عشان ما ينضرش يبقى ده لي مصلحة وده لي مصلحة وهنا الاتنين تلاحظ لو لاحظنا في النقطين انهم مستعجلين طيب رقحان وجود الحق هنا بقى اللي بتخلي المحكمة توافق على المنازعة الوقتية او عدم وفقتها رقحان وجود الحق المحكمة ببص لو انت قدمت الاشكال ليك حق ولا ملكش بس غالبالك هي مش بتتعمق في التفاصيل عشان تقدر تأكد اذا كان ليك حق ولا لا هي بتبص ليه الاوراق بشكل ظاهر الاوراق والمستندات اللي انت مقدمة بتبص عليها كده يعني بشكل عابر كده وتشوف ساعتها لو كان الحق بنسبة كبيرة ليك فهتحكم لك وهتوافق على المنازعة التنفيذ الوقتية يعني ساعتها مثلا لو المحكمة شافت بنان على اوراق الودامة كده بشكل سريع ان العربية فعلا بنسبة كبيرة هتبقى بتاعتي فممكن توفق لي على الاشكال وترفع الحاجزة على العربية ويتخلىها معايا لغاية ما تحكم في الموضوع الاصلي اذا كانت العربية بتاعتي ولا لا فهنا بنقول رجحان وجوده الحق هو ان يبدو للقاضي من ظاهر الاوراق والمستندات ان للطالب حق في مطلبه بس خلي بالك هنا من ظاهر الاوراق هو ما تعمقش من اللي باين كده بشكل عام من الوراق اللي قدامه انه هو ليحق فيه بعد كده اجراءات تقديم المنازعة الوقتية اللي هو الاشكال بتقدمها ازاي؟ بتقدمها زي اي دعوة بنقدمها بصحيف الدعوة بتوضع كلام كتاب المحكمة بصحيفة بورها بتقدمها لقلم كتاب المحكمة ثم طبعا تسلم لقلم المحضرين لاعلانها عشان يعلنوا شخص مثلا الحاجز هو شخص المحجوز عليه يبقى انا بقدم اي سفحاته بس شخص طبعا المرفوع دده او المرفوع عليه الدعوة يعني لو الحاجز هو اللي رافع فلازم نعلن المحجوز عليه ولو المحجوز عليه هو اللي كان رافع ازيه الاشكال بنبلغ او بنعلن شخص الحاجز طيب كذلك احنا قلنا عن طريق صحيف الدعوة ممكن نقدم الاجراءات بتاع تقديم المنازعة الوقتية ممكن عن طريق صحيف الدعوة وكذلك ممكن يبقى شفوي شفوي بشكل شفايا كده لمعاون التنفيذ عند قيامه باجراءات الحاجز او اجراءات التنفيذ ويثبت طبعا المعاون الاشكال في محضر يبقى خلي بالك الاجراءات عندي اتنين اما عن طريق صحيفة وراء بقدمها القلم كتاب المحكمة او شفوي بقوله لمعاون التنفيذ اللي كان جاي بيحجز فبقوله بشكل شفوي ان انا بقدم اشكال في التنفيذ يبقى كده طريقتين عندي فيه بعد كده اثر رفع الاشكال انا عندي رعين من اثر رفع الاشكال عندي رعين من الاشكال فيه اشكال اول وفيه اشكال ثاني الاشكال الاول لو انت رفعته ايه الاصر بتاعه وقف التنفيذ يبقى انا لو قدمت الاشكال ويتقابل يبقى التنفيذ على اللي المحكمة كتعملها المسأل زي الحاجز التحفوزي على العربية الساعتها اللي هيحصل هيوقف الحاجز على العربية طيب الاشكال في تنفيذ احكام النفقة لا يت... ده استثناء بقى يعتبر على فكرة الإشكال في تنفيذ أحكام النفق لا يترتب عليها وقف التنفيذ لو كانت المحكمة حكمت على الزوج بنفقة للزوجة وهو استشكل هذا الحكم فهنا مش هنوقف التنفيذ مش هنقول له لا ما تدفعش نفق الغاطة ما نشوف الإشكال أو نشوف الحكم في النهاية يعني هتأكد ولا مش هتأكد لا طبعا الإشكال في أحكام النفقة لا يهوك في التنفيذ أما في أي حاجة أخرى يجوز أنه يهوك في التنفيذ طيب ده كان الإشكال الأول طيب بالنسبة لإشكال الثاني الإشكال الثاني لا يهوك في التنفيذ لأن المشرع لاحظ أن بعض المدينين سيئين نية يلجؤون الاستغلال هذا الأصل المترتب على الإشكال استغلالا سيئا خلي بالك الإشكال الأولاني بيهوك في التنفيذ الإشكال الثاني لا يهوك في التنفيذ بسبب سوق النية اللي ممكن يكون موجود عند شخص المدين بس الإشكال الثاني لاستثناء هو المفروض الاشكال الثاني لا يوقف التنفيذ يعني لو انا قدمت اشكال تاني التنفيذ هيفضل زي ما هو مش هيقف طب بس في استثناء القانون قال لي في بعض الحالات هيقف الاشكال لو انا قدمت الاشكال الثاني التنفيذ هيقف امتى زي الاستثناء على قاعدة عدم واقف التنفيذ في الاشكال الثاني واحد الاشكال الذي يرفعه الملتزم في السنة التنفيذي اذا لم يكن قد اختصم في الاشكال السابق نفترض ان احنا لما قدمنا الاشكال الاول ما اختصناش شخص مثلا المحجوز عليه او فيه شخص معين ما اختصنهوش فيه الدعوة او فيه المنازع اللي بينا ما تذكرش اسمه فهو كده ما يعتبرش يقدم اشكاله او قدم دفاعاته او دافع عن نفسه فلو حصل انه هو قدم اشكال ثاني هيتقبل لانه هو يعتبر ما حضرش في الاشكال الاولاني ولا كان على علم بيه ولا دافع عن نفسه في الاشكال الاولاني فبالتالي لو قدم الاشكال ثاني هيتقبل طبعا هيقف ساعتها التنفيذ دوت استثناء هو المفروض في الأصل الإشكال الثاني لا يقفل إيه التنفيذ ولكن لو كان الشخص اللي هو المستشكل دوت ما كانش يخطسم في الإشكال الأولاني في الحالة دية المحكمة هتحكم بوقف إيه التنفيذ طيب فيه بعد كده الفصل في الإشكال يفصل فيه قادي تنفيذ بصف قاضية للأمور المستعجلة يصدر قادي حكما وقتيا في الإشكال بوقف التنفيذ أو الاستمرار فيه ممكن نوقف التنفيذ وممكن نستمر في التنفيذ يتقيد قادي التنفيذ عند فصله في الإشكال بعدم المساز بأصل الحق خلي بالك الإشكال دي احنا قلنا ده دعوة وقتية منازعة وقتية وليست موضوعية فبالتالي القادي مانوش دعوة بأصل الحق يعني أنا دلوقتي أنا رافع إشكال في موضوع الحجز التحفزي على العربية فقط لغير إنها ما بقولهش حكوم لي إن العربية بتاعتي ألا أنا بقوله ارفع الحجز بشكل مؤقت على العربية وخليها معايا هنتفع بيها لغاية ما تحكم إذا كانت العربية بتاعتي ولا مش بتاعتي يبقى الموضوع الأصلي اللي هو المنازعة ما بيني وبين الشخص مثلا اللي هو المداعي عليه المنازعة ما بيني وبينه على موضوع العربية بتاعتي ولا مش بتاعتي تمام كده؟ طيب أما الإجراء الوقت اللي احنا عايزينه أو الإشكال الوقتي أو الإشكال بتاعنا أو المنازعة الوقتية هنا هنا كل فيه بقوله ارفع الحجز بشكل مؤقت فقط لغير ما بقوله احكم العربية بتاعتي لا بقوله شيل الحجز بس بشكل ايه مؤقت فيه بعد كده للقاضي الحكم بغرامة على المستشكل إذا خسر دعواء ماشي لو شخص المستشكل خسر الدعوة هنا اللي هو دعوة الإشكال هنا من الحق القاضي أنه يحكم عليه بغرامة لا تكلها مي جنيه ولا تزيد عن ربعمية جنيه الموضوع اللي بعد كده دعوة عدم الاعتداد بالحجز خلي بالك برضو دعوة عدم الاعتداد بالحجز يا دعوة وقتية وليس دعوة موضوعية أنا ما كيبت سير على الموضوع أنا هنا دعوة عدم الاعتداد بالحجز لما هنقول التعريف بتاعها هتلاحظ أن هي دعوة أنا مش بطالب فيها بحق أنا بعطرد مش بقول مش بكلم فيها على الموضوع أنا بعطرد على إجراء من الإجراءات زي شخص الحاجز لما جيه يحجز على الأملاك بتاعتي أو على الديون اللي علي فجاي بيحجز على الممتلكات عشان يحجز عليها وبيعف مزاد معلني مثلا جاي من غير سنة التنفيذي وحنا قلنا عشان يجي يحجز ده أزمن يكون معاه سنة ايه تنفيذي لو كان هيبقى الحجز اللي هيتم حجز تنفيذي لأن حجز تنفيذة ما احنا فررنا بين حجز تحفظي والتنفيذي تحفظي بتحفظ على الشيء مش هنبيع فبالتالي مش شرط يكون معنا سنة التنفيذي أما الحجز التنفيذي اللي هو أنا هاحجز على الشيء وهنبيعه في مزادة على نيه عن طريق القضاء فقلنا ساعتاً لازم يكون هناك سنة تنفيذ طالما هيتم البيع طيب إيه بقى دعوة عدم الاعتداد بالحجز دي؟ هو الالتجاء إلى قادي التنفيذ كقادي ومستعج في الحالات التي يكون فيها البطلان ظاهر لكي يحكم دون مساس بالموضوع بعدم الاعتداد وبرفع إيه أسره هنا بقى أنا برفع دعوة قدام القادي بطالب فيها بقول أنا غير معترف بهذا الحجز لأن الحجز ده تم وفقاً لإجراءات غير صحيحة أنا مش بقول لهم يعني مثلاً محكبة حجزت على العربية قالت العربية مش بتاعتي ما عنديش مشكلة هي فيها العربية مش بتاعتي ولكن أنا معترض على طريقة الحجز لأن المفروض الحجز لما ييجي يحجز يكون معاه سند فالحجز لما يجي يحجز ما كانش معاه سند أنا هنا مش معترض على حكم المحكمة أو على القرار بتاع المحكمة أنا معترض على الإجراءات اللي تمت فدي بنسميها دعوة عدم الاعتداد بالحجز فيه بعد كده الخصوم في هذه الدعوة من أطراف هذه الدعوة أو الخصوم اللي موجودين عندنا واحد شخص المدين اتنين شخص الحاجز ثلاثة الغير يعني الثلاث أطراف موجودين في هذه الدعوة نطاق دعوة عدم الاعتداد بالحجز ايه هو النطاق بتاعها خلي بالك دعوة عدم الاعتداد بالحجز دي دايما موجودة في حجز مال المدين لدى الغير فنقعد التنفيذ في أي حالة تكون عليها الإجراءات أن يحكم بصفة مستعجلة في مواجهة الحاجز بالإذن المحجوز عليه في قبض دينه من المحجوز اللذي خلي بقى هنا شخص المدين من حقه يرفع دعوة عدم الإهداد بالحاجز بيرفع لشخص الحاجز بيطالب فيها المحكمة أن شخص المحجوز لديه بدل لما يدفع الفلوس أو الديون اللي عنده لشخص الحاجز لا يقبض الدين دوت لمين؟ لشخص المحجوز عليه يعني هنا الكل اللي فيها المحجوز عليه معترض أن شخص المحجوز لديه يدي الفلوس للحاجز فهنا بيرفع دعوة اللي هو المحجوز عليه بيرفع دعوة إلى المحكمة اللي يسمعها دعوة عدم الإهداد بالحاجز بيطالب من المحكمة أن الشخص المحجوز لديه يقبضه الديون اللي عنده بدل لما يقبض الشخص الحاجز فيه بعد كده حالات دعوة عدم الإهداد بالحاجز إيه الحالات بتاعة دعوة عدم الإهداد بالحاجز؟ واحد إذا وقع الحجز بغير سنة تنفيذي أو حكمة أو أمر دي حالات مش أنا أقولت لك من شوية إن عشان ترفع دعوة عدم الإعداد بالحجز هناك شروط يعني مش كده وخلاص في حالات زي لو الحجز تم من غير سنة تنفيذي من حق إن أنا أقدم دعوة اسمها عدم الإعداد بالحجز أقول لهم أنا مش معترف دي اتنين إذا لم يبلغ الحجز المحجوز عليه في المعادة لذا حدده المشرع فاكرين المعادة اللي إحنا قلنا عليه لازم أبلغ شخص المحجوز عليه بالحجز في خلال كم يوم؟ 8 أيام حصل حجز يبقى قدامنا 8 أيام لازم أن نعلن مين شخص المحجوز عليه ثلاثة طبعا لو ما تمش الإعلام في خلال 8 أيام يبقى من حق شخص المحجوز عليه أنه يقدم إيه يرفع دعوة لإسمها دعوة عدم الإعداد بالحجز ثلاثة إذا كان قد حصل الإدعوة التخصيص طب حصل إدعوة التخصيص اللي إحنا قلنا عليها روح تحطيتي المبلغ في المحكمة أو الحاجة اللي عندي سلمتها للمحكمة يعني المنقلات اللي عندي سلمتها للمحكمة أو الديون اللي علي روح تحطيتي المبلغ اللي علي بظبط حطيته في المحكمة هل هنا ينفع يحصل حجز على الأملاك اللي عندي؟ لا خلاص طب ما أنا حطيت الحاجة عملت إدعوة تخصيص يبقى أنتم مش من حقكم تحجزوا على الأملاك اللي عندي أو الحاجات اللي عندي فلو حصل يبقى أنا هرفع دعوة واسمها عدم الإعداد بالحجز وقال لهم الحاجز اللي انت عاملينه غير صحيح لسبب بسيط انا سددت اللي عليا او حطيت الحاجة في المحكمة او حطيت المبلغ كله في المحكمة فيه بعد كده الفصل الثالث اللي هي بقى منازعات التنفيذ الموضوعية منازعات التنفيذ الموضوعية احنا خدنا في الاول منازعات التنفيذ الوقتية قلت لك الوقتية انا كلمت على اجراء من الاجراءات أما لما أتكلم على منازعات تنفيذ الموضوعية أنا هنا مش هتكلم عن إجراءة من الإجراءات لا ده أنا هتكلم في الموضوع بتاع الدعوة في الموضوع الأصلي زي شخص مثلا المحجوز عليه من حقه أنه هو يرفع دعوة بتسمى دعوة رفع الحجز هم حجزوا على الأملاك بتاعته وهو سدد الديون اللي عليه أصلا فطبيعي الحجز على الأملاك بتاعته غير صحيح فبيرفع دعوة قدام المحكمة بلهم بعد إذنكه الحجز اللي انت عملته على الأملاك بتاعتي غير صحيح ارفعوا الحجز من على الأملاك بتاعتي عشان أنا سددت الديون اللي عليه كذلك برضو شخص الغير اللي هو المحجوز لديه مالوش علاقة بالموضوع ولا ليه علاقة بالمدين مثلا ولا عليه حاجة خالص للمدين وجي الحجز رفع دعوة حجز مال المدين لدى الغير وراء حجز على الأملاك اللي موجودة عند المحجوز دديه فالمحجوز دديه مش هيسقط ليه يقول لك إن المنقرات دي بتاعتي وانا اصلا ماريش علاقة بالمدين ولا اعرفه ولا ليه علاقة بيه ولا خدت منه حاجة فبالتالي انتوا بتحجزوا على املاكي ليه؟ فمن حق شخص المحجوز لديه ان هو يرفع دعوة مثلا لو كانت على المنقلات بيرفع دعوة تسمى دعوة استرداد المنقلات المحجوزة وبرضو كذلك لو حجزوا على اي عقار عنده من حق ان هو يرفع دعوة تسمى دعوة الاستحقاق الفرائد طيب ايه بقى منازعات الموضوعية في التنفيذ دي؟ منازعات الموضوعية في التنفيذ هي الاعتراضات التي تهدف الى الحصول على حكم موضوعي في مسألة من مسائل التنفيذ المختلفة مثل صحيح التنفيذ او بطلانه خلي بالك انا هنا اتكلمت على الموضوع كله يعني انا هنا بتكلم على الموضوع كامل فاما ان انا بقول ان التنفيذ كله يعني بقول ان التنفيذ صحيح او بقول ان التنفيذ كله ايه؟ تنفيذ باطل فبالتالي بتكلم عن الموضوع كامل طيب ايه الاختصاص بنظر منازعات التنفيذ الموضوعية؟ الاختصاص بنظر منازعات تنفيذ الموضوعية بأن قادي التنفيذ يختص دون غيره بجميع منازعات تنفيذ الموضوعية أي أن كانت القيمة بتاعته احنا قلنا أصلا أن قادي التنفيذ بيختص بمنازعات تنفيذ الموضوعية ومنازعات تنفيذ الوقتية ودي اللي ذكرناها في القسم الأول في بداية المنهج خالص لما قلنا أن في اختصاص نوعي لقادي التنفيذ من ضمن الاختصاص النوعي نوعي بيختص بمنازعات تنفيذ سواء كانت منازعات تنفيذ وقتية او موضوعية وايا كانت القيمة بتاعت هذه الدعاوي اتنين ترفع المنازعة امام القادة الذي يقع في دائرته المال المكان بقى فين ترفع المنازعة امام القادة الذي يقع في دائرته المال محل التنفيذ مالة من نص القانون على اخصاص قادي ايه اخر هشوف المال اللي احنا هنحجز عليه او هننفذ عليه موجود فين موجود مثلا في محافظة القاهرة يبقى مين المسؤول يعني مين المحكمة او القاضي المسؤول القاضي اللي موجود في محكمة القاهرة في بعد كده شروط كبول المنازعة الموضوعية عشان تقدم المنازعة الموضوعية وتتقبل هناك شروط زي المصلحة طبعا بص المصلحة والصفة أساسية في رفع أي دعوة عشان تقدم أي دعوة عموما بأي دعوة أو أي منازعة موضوعية أو منازعة وقتية في شروط عامة كده لازم أن تكون موجودة صفة ومصلحة لازم أن يكون لك صفة في الدعوة يعني أنت لك علاقة بالموضوع يعني أنت طرف ولازم ان يكون لك مصلحة يعني هتعود عليك فايدة من هذي الدعوة طيب رقم 3 عدم صبك الفصل فيها اهم حاجة طبعا ما اكونش انا رفعت الدعوة قبل كده وارجع ارفعها تاني انا برفع دعوة مرة واحدة ما اكونش مثلا رفعت منازعة موضوعية سابقا وارجع ارفع نفس المنازعة الموضوعية تاني انت مش هتطالب حقك مرتين لما بتجي ترفع دعوة بتطالب حقك مرة واحدة مش بتاخد حقك اكتر من مرة فالما بترفع دعوة بترفعها مرة واحدة فقط لغير عن الموضوع الواحد او عن المشكلة الواحدة بعد كده اجراءات رفع المنازعة الموضوعية ايه يا اجراءات رفع المنازعة الموضوعية ترفع برضي المنازعة الموضوعية بصحيفة ودع قلم كتاب محكمة التنفيذ المقتصة ما لم ينص القانون على اختصاص محكمة اخرى خلي بالك في المنازعة الوقتية قلنا بتقدم المنازعة الوقتية حكت بحاجتين اما بصحيف الدعوة او شافاها الى معاون التنفيذ او الى المحضر اللي هو بينفذ اما هنا في اجراءات المنازعة الموضوعية عن طريق صحيف الدعوة بنقدمها لقلم كتاب المحكمة اللي بالك برضو اجراءات رفع المنازعات لو لاحظت اتلاحظ الاجراءات كلها شبه بعض يعني لان كلها عن طريق برضو صحيفة بتودع قلم كتاب المحكمة طيب اثر رفع المنازعة الموضوعية ايه الاثر بتاع رفع المنازعة الموضوعية الاثر لا يترتب على رفع المنازعة الموضوعية اي اثر بالنسبة لاجراءات التنفيذ سواء بالوقف او بالاستمرار فيه ما لم ينص القانون على غير ذلك ودوت كده عكس اثر رفع المنازعات الوقتية لان في الوقتية اتكلمنا عن في مثلا اشكال التنفيذ كان فيه الاشكال الاول وفيه الاشكال الثاني الاول كان بيقف التنفيذ اما الثاني لا يقف التنفيذ الا في حالات معينة أما هنا بالنسبة للمنازعات الموضوعية القانون قالك ما بيترتبش عليه أي أثر سواء بقى وقف التنفيذ أو بالاستمرار فيه لا ما فيش أي أثر إلا طبعا لو القانون نص على غير ذلك فيه بعد كده الدعاوة بقى اللي احنا هناخدها في الموضوعية زي دعوة رفع الحكس دعوة احنا ناخد تلات دعاوة هنا في المنازعات الموضوعية فيه دعوة بتسمى دعوة رفع الحكس وفيه دعوة اسمها دعوة استرداد المنقلات المحجوزة وفيه دعوة بتسمى دعوة الاستحقاق الفرعين دعوة رفع الحكس هي دي الدعوة هيرفعها شخص المحجوز عليه هندي نبزة بس بسيطة عن تلاتة وبعد كنا نشرحهم بالتفصيل رفع الحكس دي الدعوة هيرفعها شخص المحجوز عليه على شخص الحاجز خلي بلك دعوة رفع الحكس دي موجود فيها شخص الحاجز والمحجوز عليه فقط لغير أما المحجوز ده دي مالوش علاقة لأن المحجوز اللي دي لا هتفرق بالنسبة له نحجز أو ما نحجز لأن كده كده مش هينضر في أي شيء خالص أما بالنسبة لي دعوة استرداد المنقلات المحجوزة فدي بيرفعها الغير بس بيرفعها فماجة مين المحجوزة عليه وفماجة الحاجز ودي بتكون على المنقلات اللي هي استرداد المنقلات المحجوزة يسمى استرداد المنقلات يبقى دعوة أكيد مختصة بالمنقول أنا عايز أسترد المنقول بتاع اللي أنت خدته أو اللي أنت حجسته عليه في دعوة تالتة اسمها دعوة الاستحقاق الفرعي دعوة الاستحقاق الفرعي ديت أنا برفعها على المنقولات برضو مين اللي برفعها؟ شخص الغير برفعها برضو في مواجهة شخص الحاجز وبرفعها في مواجهة شخص المحجوز عليه ودوت هو بيطالب فيها رفع الحاجز على العقار بتاعه لأنه هو بيقول الحاجة دي بتاعتي وأنا مريش أقول لك بشخص المدين دي كانت نافذة بس مختصرة عن التلات دعاوي هنبدأ بقى في الدعوة الأولى فيهم اللي هي دعوة رفع الحجز إيه دعوة رفع الحجز؟ هي منازعة موضوعية في التنفيذ يرفعها المحجوز عليه في حجز مال المدين لدى الغير معترضا على الحجز إذن دعوة رفع الحجز هي دعوة موضوعية من اللي بيرفعها الثاني؟ شخص المحجوز عليه بيرفعها لشخص إيه؟ الحاجز معترداً على الحاجز. طيب الخصوم في دعوة رفع الحاجز. مين هم الخصوم في دعوة رفع الحاجز؟ طبعاً المحجوز عليه والحاجز. اللي موجودين خلي بقية. ومين اللي بيرفع على التاني؟ المحجوز عليه هو اللي بيرفع على الحاجز مش الحاجز اللي بيرفعها لا. الحاجز رافع دعوة اصلية اللي هو بيطالب بالحق. فالمحجوز عليه شايف انه هو سدد اللي عليه. فمن حقه يرفع دعوة داخل هذه دعوة بتسمى دعوة رفع الحجز بيرفع شخص المحجوز عليه على شخص إيه؟ الحجز طيب المحجوز لديه هنا احنا قلنا المحجوز لديه ليس خصماً في هذه الدعوة إذن هي مصلح لغا في بقاء الحجز أو عدم بقاوه هنا شخص المحجوز لديه مالوش علاقة بالدعوة دي ولا طرف فيها لأنه هو لها تفري بنزلها حجزه أو ما حجزوش ولا تفري بنزلها رفع حجز كاملوا الحجز كده كده هو مش هنضرف أي حاجة خالص للموضوع هنا ما بين الحاجز والمحجوز عليه فيه بعد كده الخصوم قلنا يوم المحكمة المختصة بنظر دعوة المحكمة المختصة بنظر دعوة رف الحاجز مين المحكمة المختصة هنا المحكمة المختصة يختص بها قواد التنفيذ وفقا لإيه للقواعد العامة في الاخصاص للي دي دعوة برضو موضوعية وانا قلت لك قواد التنفيذ بيختص بأي دعوة موضوعية أو وقتية وأي كانت الكيمة بتاعتها ترفع أمام محكمة التنفيذ التي يقع بدايرتها موطن المحجوز عليه هنا بقى هترفع هترفع يزيد دعوة فين هو خلي بقى في دعوة اصلاك مرفوعة من اللي رفعه التاني الحاجز رفع على المحجوز عليه والحاجز بيطالب بحقه اللي موجود عند المحجوز عليه يبقى في دعوة اصلاك مرفوعة صح؟ طيب المحجوز عليه شايف ان هو سدد كل اللي عليه فهيتر وكمان يرفع دعوة يقول المحكمة بعد ازنكو الحاجز اللي انت عملته على الاملاك بتاعتي ارفعوه طيب هيرفع الدعوة دي فيه هيرفع في المكان بتاعه في المكان اللي هو موجود فيه مكان المحجوز عليه اجراءات رفع دعوة رفع الحاجز برضو بترفع عن طريق صحيف الدعوة توضع قلم كتاب محكمة التنفيذ المختصة وتتبع برضو امامها الاجراءات المقررة امام المحاكم الجزئية برضو الاجراءات زي ما رأتلك الاجراءات هتلاحظ انها في جميع الدعوة واجرات واحدة عن طريق صحيف الدعوة او صحيف الدعوة توضع قلم كتاب المحكمة هنختلف بس في النهاية في دعوة الاستحقاق الفرعي في نقطتين كمان هنزوده في بعد كده اصل رفع دعوة رفع الحاجز هو انا لو قدمت دعوة رفع الحاجز الاصر اللي يترتب هنا يترتب على ابلاغ رفع الحاجز لو انا رفعت دعوة رفع الحاجز فبالتالي هنبلغ شخص المحجوز لديه يا محجوز لديه الاملاك اللي عندك اوعى تسددها لشخص الحاجز لان دي مش من حق شخص الحاجز ده هترجع لي انا انا اللي هو المحجوز عليه يبا أنا هنا أول ما برفع دعوة رفع الحاجز المحكمة بتبلغ المحجوز لديه بتقوله خلي بالك فيه دعوة رفع تسمع دعوة رفع الحاجز فبالتالي الأملاك بتاعت المدينة اللي عندك أوعة تسلمها لشخص الحاجز تب لو شخص المحجوز لديه سلم هذه الأموال بعد إبلاغه لشخص الحاجز هيبقى مسؤول عن هذه الأموال يبقى ساعتها يبقى مسؤول عن الديون اللي على شخص المدينة اللي هي المفروض لشخص الحاجز ساعتها الحاجز من حقه ياخد يعني حقه من شخص المحجوز لديه لأن أنا بلغتك فالمفروض تسمع الكلام أنت أنا ما سمعتش كلام وسلمت الحاجة للحاجز فبالتالي لو المحكمة حكمت ببطلان الحاجز على الحاجز فبالتالي شخص المحجوز عليه من حقه ياخد منك هذه الأموال يا محجوز لديه يعني طالب الحق منك أنت شخصيا لان انت هنا اخطأت المفرود ما كنتش سلم هذه الاموال لشخص الحجز طيب هاتعا نقولهم بقع اصل رفع دعوة الحجز يترتب على ابلاغ المحجوز الذي بدعوة رفع الحجز منعه من الوفاء للحجز الا بعد الفصل في دعوة رفع الحجز يعني اوعى تسلمه من الحجز الا لما نفصل في الدعوة اتنين اذا قام المحجوز الذي بالوفاء للحجز رغم ابلاغه رغم ان احنا بلغناه بدعوة رفع الحجز فانه يكون ملزم بما اوفاه في مواجهة المحجوز عليه إذا صدر الحكم في دعوة بطلان الحجز يبقى زي ما أنا قلت لك لو المحكمة حكمت ببطلان الحجز وكان الشخص المحجوز لديه يتسلم الحاجة للحجز فمن حق المحجوز عليه ياخد حقه تلقائي من شخص المحجوز عليه يبقى ساعتها يكون المحجوز لديه ملزم بجميع الأموال بتاعة المحجوز عليه ولازم أن يرجع عليه فيه بعد كده دعوة استرداد المنقلات المحجوزة في دعوة استرداد المنقلات المحجوزة أنا قلت لك دول بقى آخر دعوتين اللي هو دعوة استرداد المنقلات المحجوزة ودعوة الاستحقاق الفرعي دعوة استرداد المنقلات المحجوزة بتقدم من الغير ودعوة الاستحقاق الفرعي أيضا بتقدم من الغير دعوة استرداد المنقلات المحجوزة هي منازعة موضوعية خلي بالك كده احنا قلناه كل اللي أنا بتكلم فيه رفع الدعوة والاسترداد والاستحقاق دول تلاتة دلت دعاوي يسموا دعاوي موضوعية أو منازعات موضوعية هي منازعة موضوعية في التنفيذ على المنقول ترفع بطلب ملكية الأشياء المحجوزة أو بطلب أي حق يتعلق إيه بها هنا شخص المحجوز ددي بيرفع زي الدعوة بيقول لهم بعد اصدقوا الحاجة اللي انت حجزت على دي بتاعتي أنا هي دعوة ترفع بعد توقيت حاجز على المنقولات وقبل باعيها بس خلي بالك شخص المحجوز ددي لازم أن يرفع زي الدعوة بعد توقيت الحاجز بس قبل بيع الشيء لأنه لو باعي الحاجة خلاص هترفع الدعوة تعمل إيها تطالب بإيه بقى؟ تطالب بالحاجة ترجع لك تب إفرد مثلا اللي أخدها ده شخص عنده حسن نية مش هينفع ناخدها منه ولو خدناها عمرنا ما ناخدها بنفس المبلغ اللي تبعت دي فبالتالي انت لو تجد رفع زي الدعوة ترفعها بعد الحاجز ولكن قبل إيه؟ البيع هذه المنقولات في بعد كده الخصوم في دعوة استداد المنقولات المحجوزة خلي بالك هنا شخص المدعي اللي هو الغير يبقى هو المدعي هو شخص من الغير أي من لم يكن طرفا في التنفيذ اللي احنا حجزنا على حقه يعتبر بالظلم لأنه مالوش علاقة بالموضوع الترف الثاني اللي هو المدعي اللي بقى ممكن يكون كل من الدائن الحاجز والمحجوز عليه والحاجزين المتدخلين وخلي بالك شخص الغير لما بيجي يرفع زي الدعوة بيرفع على التلاتة دول ولازم يختصم هؤلاء التلاتة تمام؟ لأنه هناخدها في الاستحقاق الفرعي من الشرط ان انا اختصم التلاتة او ارفع عليهم هم التلاتة الدعوة الاستحقاق الفرعي اما في دعوة الاسترداد المنقولات المحجوزة انا بقدم او برفع زي الدعوة اللي هو شخص الغير بيرفع على دائن وبيرفع الدائن الحاجز وبيرفع على المحجوز عليه وبيرفع على الدائنين المتدخلين طيب اجراءات رفع دعوة استنادات المنقولات المحجوزة كده المفروض خلاص احنا حفظنا الاجراءات ايه هي على طول ترفع بدع صحيف الدعوة الى قلم كتاب المحكمة وتعلن للمدعي عليهم لحس ان احنا على طول الاجراءات كلها ايه واحدة؟ يعني الاجراءات اللي انا بت tranquIe de a view عن طريق صحيفة بتوضع قلام كتاب المحكمة طيب المحكمة المختصة بنظر هذه الدعوة يختص بها برضو قادي التنفيذة لستقع المنقلات المحجوزة في دائرته احنا دايما نبصر نشوف مين المحكمة المختصة فبشوف العكار موجود فين في القاهرة يبقى محكمة القاهرة المنقلات موجودة فين المنقلات موجودة مثلا في قاهرة يبقى محكمة القاهرة يبقى هنا دايما قادي التنفيذة لستقع المنقلات المحجوزة في دائرته. طيب. اثر رفع دعوة الاسترداد الاولى. خلي بالك بقى. انا عندي دعوة الاسترداد في دعوتين. في دعوة استرداد اولى وفي دعوة استرداد ثانية. كل واحدة فيهم لها اثر. فاول حاجة اثر رفع دعوة الاسترداد الاولى. ايه اللي بيحصل اول ما ترفع دعوة الاسترداد الاولى? خلي بالك. انا برفع الدعوة بعد الحجز وقبل البيع. يعني حجزه بس ما بيعوش او بعد تنفيذ وقابل ما يبيعوا تمام? ايبانا اولا ما برفع دعوة الاسترداد ايه اللي هيحصل? هلا يتم البيع ولا تلقاه يقف في البيع? لو اتقبل الدعوة الاسترداد الاولى دي الايه يحصل? هيقف البيع مش هيتم البيع. يبقى اصر اصر رفع دعوة الاسترداد الاولى وقف البيع. يرجع ظلك الى ضرورة حماية مالك الشيء المحجوز من ان يباع الشيء قبل الفصل في الدعوة وقردل يجد استرداده من المشتري اذا كان الاخير حسن النية الفكرة بتاعتها انا بقف البيع لان لو تم البيع والمحكمة حكمت ببطلان الحاجز ايه احنا كنا ببيعناه هل هنقدر نسترد هذه الحاجة اللي احنا بيعناها هتوبة صعبة جدا او هتحصل مشاكل عشان ترجع الحاجة دي او ممكن شخص اللي اشترد عند حسن نية فبالتالي احنا كده هنضره يبقى فيه شخص اصابه ضرر فالقانون قال لك لا لما بتكتقدم دعوة الاسترداد الاولى او لما بتقدمها وبتتقبل بيوقف الايه البيع طيب فيه الدعوة التانية ليقصر رفع دعوة الاسترداد الثانية دعوة الاسترداد الثانية لا يوقف البيع يبقى الاولى بتقدي الى وقف البيع الثانية لا تقدي الى وقف الايه البيع ولكن تعال برضو نشوف نقط كده مهمة يرجع ذلك لانها قد يتوفر سوء النية في رفعه ورغبتهم في تعطيل اجرات تنفيذ انت رفعتها اول مرة فتوقف البيع هترفعها تاني عشان توقف البيع يبانت هدف كله ايه تعطيل الاجراءات مش اكتر اولا انت هدف تضر شخص الحاجز عشان ما ياخدش حق صح كده يعني رفعت الولى توقف البيع وعايز ترفع تانية يبانت عايز تعتى الاجراءات ولكن ممكن ترفع دعوة الاسترداد لتاني مرة ويوقف البيع هو المفروض لو رفعت الاولى يوقف البيع لو رفعت التانية لا يوقف البيع صح ومع ذلك ممكن يوقف البيع في دعوة الاسترداد الثانية ولكن في حالات معينة لو كانت الحاجة اللي احنا بيحها دي لها قيمة معينة او غالية او ما نقدرش لو بيحها نقدر نستردها فبيقولك يجوز لجود التنفيذ ان يحكم بوقف البيع بناء على طلب المدعي في دعوة الاسترداد الثانية لاسباب همه مثل ان تكون طبيعة الاشياء المحجوزة وكيمتها تستوجبان التاني في بيحها يعني بهدوك كده قبل ما ببيع الحاجة للحاجة دي مهمة جدا حتى لا يصيب المسترد ضرر ايه جاسي طيب في بعد كده اخر دعوة عندنا دعوة الاستحقاق الفرعية دعوة الاستحقاق الفرعية دي يعني نرفق بص الاسترداد كتعلمانقولات الاستحقاق الفرعي لو لاحظت في التعريف بتاعها على منقول اقسف على عقار يبقى الاستحقاق الفرعي على عقار الاسترداد على منقول يبقى دعوة الاستحقاق الفرعي هي الدعوة التي يرفعها الغير اسناء التنفيذ على العقار مدعيا ملكية العكار محل التنفيذ او جزء منه وطالبا بطلان اجراءات التنفيذ لوقوع على مال غير مملوك للمنفس ضده خلي بالك هو بيطالب بالعكار وبطلان الاجراءات يعني بيطالب بحاجتين هو بيرفع دعوة استحقاق الفرع بيطالب بحاجتين بيطالب بي استرداد العكار يقول لهم العكار ده بتاعي ودي حاجتي وملكي وكمان بيطالب ان الاجراءات اللي تمت على الحاجزة على هذا العكار هي اجراءات بطلع يبقى بيقدم يعتبر طلبين وخلي بياركو لازم ان هو اللي يقدم الطلبات دي للمحكمة للمحكمة نفعش تحكم منها النفسها بطلبات ما قدمهاش الخصوم يعني المحكمة بتحكم بطلبات الخصوم فقط لغير طب لو طلب الخصوم ما قدمهوش المحكمة نفعش تحكم فيه ولا تنظر فيه طيب فيه بعد كده شروط دعوة الاستحقاق الفرعية ايه شروط دعوة الاستحقاق الفرعية لازم ترفع زي الدعوة اثناء اجراءات التنفيذ اثناء اجراءات التنفيذ ترفع زي الدعوة اتنين ان يكون موضوع دعوة متضمنا طلب بص هما طلبين اللي هيتلبهم طلب ملكية العكار زي ما احنا قلنا في تعريف وطلب بطلان اجراءات التنفيذ لازم يقدم الطلبين يعني يطلب ملكية العكار ويطلب ايه بطلان اجراءات التنفيذ ما ينفعش يطلب واحدة فيهم فقط لغير طيب فيه بعد كده الخصوم في دعوة الاستحقاق برضو الخصوم المدعي اللي هو الغير خلاص اللي هو مستحق العقار ونشتري في المدعي ان يكون من الغير المدعي عليه يجب ان يختصم في دعوة كل من المدين او الهائز والدعي المباشر للايه الاجراءات طيب مين المحكمة المختصة بنظر هذه الدعوة خليبا لك مش احنا قلنا العقار اللي لو بنحجز على العقار يبقى محكمة العقار يبقى ترفع امام قاعد التنفيذ المختصة اصلا بالشرف على اجراءات محل المنازعة اللي هو القاضي الاصلي بتاع المنازعة الاصلية اتنين ترفع امام محكمة قاعد التنفيذ الذي يقع العقار في دائرة اختصاصه يعني هنشوف العقار موجود فين موجود في القاهرة والقاضي يبقى القاضي بتاع محكمة القاهرة والمختصة للعقار موجود في المكان بتاعه طيب اجراءات رفع دعوة الاستحقاق الفرعية الإجراءات ترفع برضه عن طريق صحيف الدعوة بتودع قلم كتاب المحكمة لو تفتكروا من شوية من احنا قلنا الإجراءات كلها واحدة في جميع الدعاوية عن طريق صحيفة بتودع قلم كتاب المحكمة بس انا اديت حاجة كده بسيطة ساعتها وانا بشرح من شوية قلت ان في إجراءات رفع دعوة الاستحقاق الفرعية هنزود عندي نقطتين واحد يجب اجتمال صحيف الدعوة على بيان واحد تقدم عن طريق صحيف الدعوة اتنين يجب اجتمال صحيف الدعوة على بيان المستندات المؤيدة للدعوة او على بيان ضقيقة لدلة الملكية يبانا لازم اقدم مع الصحيفة اوراء زي مثلا عقد للبيت يثبت ان البيت ده بتاعي انا تلاتة اداع المدعي خزانة المحكمة المبلغ لازي يقدره بقلم الكتاب للوفاء بالمصاريف الدعوة ومقابل اتعاب المحامل لازم في مبلغ معين من الاموال هحطه في المحكمة يبانا خلي بالك انا هنا قلت في الإجراءات ثلاث اجراءات لازم يتموا هقدم صحيف الدعوة اللي هو بقدم صحيف الدعوة لقلم كتاب المحكمة زائد اننا الصحيفة دي لازم اقدم معاه مرفقات او مستندات تثبت ان الحاجة دي بتاعتي المستندات المؤيدة للدعوة بتاعتي واخر حاجة عندي اللي هو اداع المدعي خزانة المحكمة المبلغ الذي يقدره كلم ايه الكتاب للوفاء بمصاريف الدعوة مقابل اتعاب المحامل المعاد بتاعها يمكن ان ترفع دعوة الاستحقاك الرفاعية في اي حالة كانت عليها اجراءات التنفيذ حتى ايقاع الايه البيع واي من لحظة تنبيه بنزع المكية الى ما قبل ايقاع البيع وبكده تكون نهاية الحلقة بتاعتنا وان شاء الله انتظرونا في الحلقات القادمة بالتوفيق والنجاح ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته